اشتركوا في القناة وجاب شوية أمثلة على رأيه بقول أكل العرب الإبل فأخذوا منه الغيرة والغلظة وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها الشراسة والقوة وأكلوا الفرنج الخنزير فأخذوا صفة عدم الغيرة وأكل بعض الزنوج القرود فأخذوا من حب الطرب ابن القيم رحمه الله ما بعدش كثير عن ابن خلدون فكان إله رأي مشابه وقال كل من ألف ضربا من ضروب الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى ومن عندما قلت ابن القيم بنقول هنا حطنا الجمال إحنا شو بنوكل جاج لذلك والله العليم أنه أخذنا من صفاته شو اكتسبنا من صفات الجاج حبل قعود الراحة الخوف الركض وراء العلف كله مقاقا فيش فعل وفوق هاض أمراضنا كثيرة وأعمارنا قصيرة فإذا فيه إشي بيثبت نظرية ابن خلدون وابن القيم بكون دراسة سلوك حضرتنا حس لو نكوش أجم من شخص من الشارع ونوقفه مع جانب نقولهم تعالوا بدنا نعمل لكم فحص دم بنعمل فيه للسكري للضغط والدهون الثلاثي والكوليسترول ونشوف أجم واحد سليم وأجم واحد نصاب اللي ما معه سكري بكون معه ضغط واللي ما معه ضغط بكون دهونه عالية والسبب الأول والأخير شو بنوكل قولي شو بتوكل بقول لك مستقبلك المرضي وين رايح شمعة شايق عليك الله لا جيب سيرتي الشورمة لأنه يوم أشوف الشورمة بتذكر مواطن يا صرمية طبية حول شوية حول شوية شو دخل الشورمة في المواطن يا شمعة شوف سيخ الشورمة مثل المواطن النار بظهره والسكين ببطره واحد بيسويه مشان يبيعه والثاني بيستنى فيه عشان يوكله تعالوا للشباب اليوم شو أكلهم هامبورغر جاجقلي شورمة بروستد زينجر فهيتة يعني كل سعرات العالم بهاي الأكلات قلوا طلع الدرج أول درجتين بس يلاهث وحمرت ويطلع لسانه شبرينة وينه نطن يعني اللي تأبط وجبة شورمة سوبر قبل ما ينام متى هذا هضمهن هو حط راسه نام وترك الماء دي تطحن وتدي عليه الله لا يوفقك حدا بوكل شورمة بالليل زمان كان الغذاء صحي يعني شو توقل الناس لبنها عندها زبدة رايب برغل جاج بلدي أكله نباتي أصلا جاج أكله نباتي البيض بلدي السمن بلدي صح فيه سعرات حرارية بس الناس كانت يعني تحريك سعرات الزلمة من صلاة الفجر يلبس هالجزمة ويطلعها السهل إحراث الزراعة القاط الدراس بس مش بهري سعراتها هذا كان بهري جزمة نفسها للابسها صحته زي البم ما بيشك من إشي لأنه ماسك المعادلتين صح قذاء صحي غير معدل وراثيا وجهد بدني عالي بيحافظ على جسمه وعضلاته اللياقته لذلك كانوا عيشوا يطولوا يعني بصحتهم يظلهم ما بيشكوا من إشي والشب الشب فيهم بموت على الخمسة وثمانين هذا خطف وغالبا يعني يا بتلطه حيه يا بموت بقرصة عقربة أما كورونا شاي والله أقول لواحد من تبعين زمان موات بالكورونا غير أنه يضحك علينا أعلى حصيلة في الوفيات سجلها الأردن بواقع 111 وفاة ومنظمة الصحة العالمية وضعت الأردن في خانة الأعلى تسجيلاً للوفيات خلال أسبوعاً في منطقة شرق المتوسط النسوان كذلك قال يوم كان نيأكل رغيفين ثلاثة كماج من خبز الطابون تغمسني بزبدة أو شواندر وتروح تجلي وتحطب وتحلب البقرات وتزبل الفرن وتشتغل هذوي الرغيفين الأكلتين تحول عافي وطاقة إلها لهيه زمان كانت المرة يوم تخلف ولد يجي وزنه ثلاثة أربعة كيلو تحس طالع له شوارب وهو بالفاع شوارب لأنه أمه متغذية صح هسأل ولد قدمه يعني قديش الولد بيجي كالدجاجة المجمدة المليح المليح فيهم وزنه ألف ومئتيين غرام هذا مع المكملات الغذائية كمان ترى تصرط مكملات غذائية وعصيرة المكملات الغذائية هسأ أي سيدة حاملة بتروح عالدكتورة بتعطيها مكملات حبوب ليش لأنه أكلنا أصلا سلامتك إما زيوت مهدرجة أو صيصان مهرمنة أو خضرة مسمدة كيماوي لذلك صار المولود يولد هسأ ممعي قدمه الصنصيص بس أطلب وجه وصورت تعرف أقول هذا الولد تبع المكملات الغذائية شو بدكم بطولة السيرة بسبب ترد القيم الغذائية صار يطلع جيل ضعيف قصير زي أفلام الكرتور يعني عذيك اليوم شوفت بني صغيرة حبتها قليلة وقصيرة وضعيفة بغلها بتعموه بيصف صف الرابع كانت أنا بكمل باستر عموه صدقوني ما بزل كنت بحال إيف هذول جيل الشاور ما الزنجر للبيج ماك طلعوا كثير سمول ماك مش بيج ماك دليل أخير أنه الغذاء هو إما يكون دليلك نحو الصحة أو سبب تكبدك لذزين من الأمراض المزمنة شوفوا الأرياف اللي بتعكل أكل صحي اللي فيها اللبن الصح مش بودرة وزيت الزيتون الصح مش زيت القلي وديوك البلدية مش الجاجة لنص جسمه وضادات حيوية من خايفين عليهم للكاسل وغيره وغيراته شوف القمح اللي بتحنوه من حقولهم مش المدعم بالسحالي والحراثين المجففة شوف أطلق شلو نصحتهم وشوف نيوتهم وتشوف جيلي البسكوت اللي هم ولادنا الساعة إذا تغير الجو أو هدد ذباني على أصبع رجل الزغير ها بقع أسبوع بالفراش مريض وآخر الكلام خذها قاعدة ذهبية قل لي شو بتوكل بقول لك شو أنت لحم ديوك فأنت ديش لحم سيصان فأنت صوس ولا تنقلب وجهك ولد مي ترجمة نانسي قنقر